كاففان كاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة الاستثمار في مجال تربوي يختلف جدريا على الاستثمار في مجالة الاخرى بحال قطعات الاسمار هذا قطع عنده خصوصية لذلك نقول في شعارة الرفعنا ان التعليم ليسالة وليس تجارة على كل حال من اجل وقوف على اسباب الدواعي اننا تنخلص تنخلص على الولادي مشي في القيش ديالهم تنمشي تندفع الفلس والبنكة وكل شهر تنعتيهم تنسيبت ليهم بتواصل وتنجيبهم ليهم تلعنا وتي بركين عليهم بليميساج راما خلص تيرا ما قدرته لما بعلتي وانا مخلص وبتواصل ديالي وتي اعددوا ديالي انهم غادي يوقفهم على الترانسبر ويوقفهم على الدراسة ويلمشوا توقفوا ولدي على الدراسة والاشي حاجة راني غادي نقيد في محتمى دعوة استعجالية مع التعويض ورا عندي دراري اللي في القسم ديال باكالوريا ورا تيتحملوا مسؤوليتهم الى نعدو الدري الكلمة الاخيرة هو خصنا الناس ديال التربية والتعليم هما اللي ينشيوا المؤسسة كيف مشوها السنوات القادمة اما يجي واحد سرع من الاخلاع واحد المستمر مول الفلوس تيقول ببع مليار دير هذاك شي ما كان مادي زيد لملعين على الاخرين اليوم كانت دمنا امام هاد المؤسسة الخصوصية يعني تنقلوا رفقا ورحمة بالآباء يعني هادش اللي اللي كنشوفه هرا هي جائحة جائحة عالمية هرا هنناس هرا هننا هنناس هرا ملقوش القتل يومي ديالهم يلقو باش يخلصوا أوليدتهم الأجر ديال المؤسسسة تعليمية ديالهم يعني ماذا بنحنا يا يكون واحد تسهيلات يعني تسهيلات الآباء وكذا حتى التلاميذ ما حصلش نترضوهم للمؤسسة ديالهم ولن نقولوا اليوم هنناس لكلام جاريح قدم لأصدقاء ديالهم ارى تلميذ لا دنباله يعني تنقلوا رفقا بالتلاميذ ديالهم وحط ورفقا حتى بالآباء أرى الآباء أرى وصلي الوحد الوحد درجة ما كنت تصورش نود أن نشير بأنه لم يتم إيقاف أي تلميذ عن الدراسة إلى هذه اللحظة التي أتحدث فيها جميع تلميذ المؤسسة يتلقون تعليمهم بشكل منتظم دون أي تعراقي لا دخل لتأخر في الأذى بالنسبة لقلة قليلة جدا لا دخل لها في العملية التعليمية التعلومية للمؤسسة بدليل أنه إلى حدود الساعة هناك بعض الآباء لديهم تأخرات في الأذى والمؤسسة تتعامل بوحدة مرونة كبيرة جدا والمؤسسات تفتح أبوابها من أجل الحوار من أجل البحث عن حلول التي يمكن أن تكون توفقية ترضي الطرفين ولم نتوانى عن الاستماع إلى الآباء لكي يعرف الوضعية لهم ظروف خاصة بسبب كوفيد وما زلنا نحن مستعدين للحوار وما زالت أبواب المؤسسة مفتوحة باعتبار أن هؤلاء الأباء فهم يشكلون عائلة فونتي لأن بالنسبة التركمات فالمؤسسة تجاوز ديونها مليون ديرهم أكثر من مليون ديرهم نعم مليون ديرهم يعني مئة مليون سنتين أكثر من مئة مليون سنتين كمتأخرة ورغم الإكرهات التي تعيش المؤسسة بسبب الجائحة أولا أنتم تعرفون أن التعليم الخصوصي يعاني بوحد الشكل كبير جدا في هذه الظروف إذن كثير من المؤسسسات التي هي على قابة قوسين أو أذنى من الإفلاس ورغم ذلك كما قلنا راه إحنا مستمرين في فتح أبواب الحوار وفي فتح أبواب التفاهم مع كل من له نية حسنة فالتأخرة في الأهداء وشهر المشكلة لك طبعا الحال إذن فالتأخرة في الأهداء كان عكس أول ما ينعكس على الحقوق الموظفين وعلى الأجراء الشهرية الموظفين التي تعرف كثير من التأخرات بسبب هذا التأخر إذن كن إحنا مؤسسة مجتمعية إذن فبمقدار ما نتقاض الحقوق التمذروس عند الآباء نؤدي حقوقا لآباء آخرين حتى هم عندهم الأبناء أذيالهم يتمدرسون إما في الخصوص أو في مؤسسات عمومية وتبعهم مصاريف وبالتالي فهذه الحلقة فهي دائرة اللي هي مرتبطة فيما بينها والمطالبتنا بالأداء ومطالبتنا بالمستحقات قد دخل في إطار أن من أجل أداء ما علينا تجاهها والتزاماتنا تجاهها الآخرين تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد